بسم الله الرحمن الرحيم يا ابناء الشعب العراقي الكريم اليوم نعلن لكم عن استرداد جزء من الاموال المسروقة سرقة الامانات الضريبية الحمد لله وبجهود المخلصين من القضاء والأجهزة الأمنية والمعنيين من المسؤولين وبمتابعة من الأخ السيد رئيس مجلس القضاء ومتابعة شخصية من قبلنا تبكنت هذه الجهات المختصة من استرداد الوجبة الأولى والبالغة مية واثنين واثمانين مليار وستمية واثمانية وسبعين مليون وثلاثمية واربعين الف دينار عراقي منذ بدء هذه السرقة الفاضحة بدأت الجهات التحقيقية أعمالها من خلال محكمة تحقيق الكرخة الثانية المختصة بقضايا النزاهة وبعد سلسلة من الإجراءات والتحقيقات شكلت لجان تدقيقية تحقيقية مؤلفة من محققين ومدققين من هيئة النزاهة ومن مجلس القضاء الأعلى وعضوية موظفين من مصرف الرافدين والهيئة العامة للضرائب ووزارة المالية بهدف تدقيق معاملات الصرف للصكوك التي بموجبها تم صرف الأمانات الضريبية والقمرقية ومن خلال هذا التحقيق تم تأشير المخالفات بخصوصها والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على هذه الأموال هناك من ساهم وساعد شركات وأسماء ساعدهم في الاستيلاء على هذه الأموال جهات في داخل الهيئة العامة للضرائب ومؤسسات للأسف الرقابية وجهات مسؤولة أخرى سوف يعلن عنها بعد إكمال التحقيقات ولن نستثني أي أحد أي اسم لأي جهة أيا كانت سوف يعلن عن هذه الجهات المتورطة بعد إكمال التحقيق النتيجة التي توصلها لها اللجان التحقيقية تم صرف صكوك عدد 114 صك للمتهم نور زهير جاسم مالك شركتي القانت والمبدعون وبمبلغ اجمالي هاي المية واربعة عصق تريليون 618 مليار 370 مليون 882 ألف دينار عراقي يعني هذا هذا وحد أبو القانت والمبدعون نور نور الزهير اللي كنا أبو فاطمة صرف صكوك 114 صك هذا المبلغ اعترف وأقر بهذا المبلغ الثاني صرف صكوك عدد 37 صك بمبلغ اجمالي قدره 624 مليار دينار 624 مليار دينار لشركة بادية المساء مديرها المفوض عبد المهدي توفيق المهدي ومالكها المتهم الهارب عبد الرحمن محمد إبراهيم ثلاث صرف الصكوك عدد 66 صك بمبلغ اجمالي 982 مليار دينار 982 مليار دينار عراقي لشركة الحوت الأحدب مديرها المفوض المتهم الهارب عبد المهدي توفيق مهدي ومالكها المتهم الهارب قاسم محمد محمد أربعة صرفة صكوك عدد 45 صك بمبلغ اجمالي قدره 607 مليار دينار 607 مليار دينار عراقي لشركة رياح بغداد مديرها المفوض عبد المهدي توفيق المهدي ومالكها المتهم الهارب حسين كاوة عبد القادر طبعا هذا حسين كاوة تم القاء القبض عليه في اقليم كردستان وحاليا الاجراءات مستمرة لغرض تسليمه الى بغداد هذه اربع ارقام مجموحة 3 تريليون 754 مليار 642 مليون و664 الف دينار عراقي وفق الاعترافات او اللجنة التدقيق الاولية طبعا سبق وان نتخذ مجلس الوزراء قرار بالتعاقد مع شركة التدقيق عالمية هذا عمل ثاني لزيادة الاطمئنان حتى نعرف مقدار المبالغ المسروقة هذه الاموال اللي نشوفها امامنا مثل ما ذكرت هي جزء يعني المكان ما يتسع وقسم منعتها موجودة في البنق المركزي في مصارف هي جزء من مبلغ اللي استلمناه الآن عند المصرف الرافضين والبنق المركزي 182 مليار 678 مليون و344 ألف دينار هذه خاصة بالاسم الأول اللي هو نور زهير جاسم مالك شركتي القانت والمبدعون هذا المتهم اعترف انه اخذ تريليون و618 الآن سلم 182 مليار وكسور وهذه الدفعة الأولى تم الاتفاق بين محكمة التحقيق الكرخ الثانية مع هذا المتهم نور زهير على جدوله لاسترداد كامل للمبلغ اللي هو تريليون وستمائة وثلاثمائة وسبعين مليون دينار حتى يسلم كل المبلغ سيصدر القاضي المختص امر باطلاق صراحة بكفالة طبعا الكفالة هي المصفى العائد لهذا المتهم مع حجز اموال المنقولة وغير المنقولة وعدم التصرف بها الا بعلم القضاء بما يضمن سداد المبلغ المترتب بذمته وفق جدول زمني خلال اسبوعين هذه التسوية او الاتفاق بين المحكمة والمتهم تسوية مكتوبة يطلع بكفالة حتى يسهل من عملية استرداد المبالغ طبعا وبضمانة الاجهزة الامنية اللي راح تتابع وتطمئن من عدم هروبة حسب الاحتراف والتسوية هو يريد يسدد المبلغ قسم الاكبر من هذا المبلغ عقارات وهذا بالذات المتهم في وقتها عندما كانت تجمع المعلومات عن السرقة هو من المميزين في شراء عقارات مهمة في مناطق مهمة في بغداد فحتى يتمكن من بيحة واسترداد المبلغ وتسليم الى المصارف والجهات الرسمية اقتضى ان تكون هكذا تسوية كفالة ومع مراقبة ومتابعة من الاجهزة الامنية لحين اكمال هذا المبلغ ومن ثم ينظر بامره امام القضاء اللي هو صاحب القرار هذا المبلغ جزء من اللي ترليون وستمية اعترض فيه المتهم وتعهد وفق التسوية المكتوبة بتزديد كامل المبلغ علما ان هذا المتهم لديه املاك كثيرة تفوق هذا المبلغ اللي ترليون وستمية وبالتالي القضاء وفق التسوية وفق الاتفاق اللي حصل المكتوب ان شاء الله راح نتمكن من استعادة هذا المبلغ ترليون وستمية عدنا المتهم الاخر اللي موجود حاليا في كردستان ومثل ما ذكرت اجراءاته مستمرة اجراءات نقلة الى بغداد متهم بسرقة ستمية وسبعة الاتهام هنا مو اعتراف هنا سكوك احنا نتكلم عن سكوك باسم شركة يعني ما بها مجال للانكار او انه هذا اتهام باطل السكوك طالع باسم هذه الشركة يعني نور زهير عدة شركتين القانت والمبدعون عدة مية واربعة سك مجموع مبالغ نتريليون ستمية فما يقدر ينكر حسين كاوة عبدالقادر عنده خمسة واربعين سك مجموع مبالغهم ستمية وسبعة مليار دينار فما بها مجال الانكار يسلم الاموال ويبقى الاجراء عند القضاء هنا ندعو المتهمين الصادرة بحقهم اوامر قبض في هذه القضية الى التسليم انفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسنعمل مع القضاء على مساعدتهم بالاجراءات القضائية وفق ما يسمح به القانون وهذه الدعوة بصراحة دعوة عامة لكل المطلوبين بالمال العام للدولة انا سبق وانتكلمت في معرض ستراتيجية هذه الحكومة في مكافحة الفساد الاداري والمالي يعني اليوم من نقول اكوة 3 تريليون وسبعمية مليار 754 مليار نعم مهم جدا ان نلقي القبض على السراق واللي ساعدوا هؤلاء على سرقة الامر لكن الاهم هو استرداد المبلغ وانا احنا شنو اللي يعني انه سين اوصاد موجود بالسجن و3 تريليون 754 مليار هي خارج خزينة الدولة او خارج استحقاقات بعض الشركات والمقاولين اللي يعتهم امانات ضريبية وجوز راح يطالبون الوزارة المالية والهيال عامة للضرائب والقمار ويقولون تعالوا سددون الامانات اللي كانت موجودة بعدين فوق هذا المبلغ راح نسدد من خزينة الدولة فالجزء اللي اكدت عليه او القضية اللي انا متابحة ومهتم بها في مسألة مكافحة الفساد الاداري والمالي هي استرداد المبالغ هذه اولوية بالنسبة للحكومة في مسألة مكافحة الفساد الاداري والمالي سنتابع اي متهم داخل او خارج العراق في اي مكان في اي بقعة وانسترد المبلغ وانسترد المطلوبين معيار علاقتنا مع كل دول المنطقة والعالم هو في مدى الاستجابة والتعاون معانا في استرداد اموال الشعب المسروقة هذا هدف لن نحيط وعهد مننا امام امناء شعبنا حتى نكون فعلا هناك متابعة حقيقية وجادة في مسألة مكافحة الفساد الاداري والمالي جزء احد يسأل يقول ليش اليوم الاموال معروضة بهذه الطريقة والكيفية وهي جزء من الاموال نعرف كل زين انه منسوب الثقة منخفض جدا في اجراءات الدولة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد الاداري والمالي يعني لو ننزل خبر ونقول تم استرداد المبلغ كذا بكتابنا المرقم جزء الناس في هذه الاجواء من عدم الجدية في مكافحة الفساد الاداري والمالي يكون القضية مواضحة لكن حبينا انه نعرض امامكم هذه الاموال وبعد قليل ادعو مدير عام مصرف الرافدين يجي يوقف هنا امامكم ويتكلم يقول انا استلمت هذا المبلغ بهذا الكشف ومثل ما ذكرت هذه الوجبة الاولى هناك جدولة زمنية ان شاء الله خلال اسبوعين نسترد كامل المبلغ من متهم واحد اللي هو اعترف ب تريليون وستمائة واثمنتعش بنفس الوقت اجراءاتنا مستمرة بحق الذين سهلوا من عملية السرقة اللي يمكن هذه الشركات من السيطرة على هذه الاموال وبالتأكيد مدراء موظفيين مسؤولين غطاء سياسي غطاء امني ايا كان اي اسم يرد في التحقيقات ويتم اثبات تورطه ايا كان سوف يتم القاء القبض عليه حاليا عدنا مدير عام الهيئة العام للضرائب معاون المدير العام مدير قسم التدقيق مجموعة من الموظفين المكفلين والتحقيق مستمر مع بعض المسؤولين الذين سهلوا باعطاء موافقات وكتب من هيئات رسمية ومؤسسات رسمية الكل سوف يطاله القانون والمحاسبة في هذا التجاوز الفاضح على المال العام دكتور علي كريم مدير عام مصرف رافضين تفضل هنا واذكر امام الرأي العام انك استلمت هذا المبلغ الدفعة الاولى تم استلام المبالغ الوالدة في الكشف التوصيلي ادناه اليوم بتاريخ 27 داعش 2022 بمبلغ جبالي مقدار 182 مليار 678 مليون 344 الف هذه المبالغ وزعت على النحو التالي مبالغ تم احتجازه من قبل البنق المركزي في احد المصارف لحسابات المدعو نور زهير بمبلغ 67 مليار 963 مليون 331 الف مبالغ تم احتجازه وتحويلها طبعا تم احتجازه من قبل البنق المركز العراقي وتحويلها الى بصرف الرافدين الفرع الرئيسي مبلغ 5 مليار في احدى شركات العاصمة للصرافة المبلغ تم استلامه نقدا من خلال امر ضبط قضائي 39 مليون دولار 300 الف بالاضافة الى 16 مليار وتسعمية مليون بالاضافة الى المبالغ اللي تم احتجازها من قبل فرعنا قبل ان يتم سحبها من قبل شركة المبدعون والقانت مليون في فرعنا مصرف الحي العربي بمبلغ مليار و169 مليون و988 الف وكذلك فرعنا في مصرف الوزيرية ايضا لشركة القانت 747 مليار 747 مليون و25 الف بالاضافة للمبالغ محتجز لدى البنك المركز العراقي بمبلغ 32 مليار 493 مليون يكون المجموع الاجمالي 182 مليار 678 مليون و344 الف على المبلغ الان في حساب في حساباتنا جزء فيشك النقدي وجزء في حساباتنا المستوح لدى البنك المركز شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم